بسم الله الرحمن الرحيم السؤال من نسأله دائما أي هم أفضل الطابعات اللي بيجي التانك معاها من الشركة مثل هذه الطابعة مثلا ابسون 220 قديمي شوية الطابعة هذا التانك جاي مع الطابعة أو مثل هذه الطابعة من كانون مثلا إذا ملاحظ برضو التانك بس صار داخل التانك نوعا ما الألوان والأسود لوحده والطابعات السؤال اللي بتيجي بدون تانك وممكن نركب عليها تانك مثلا هذه الطابعة من الابسون مشكلتين وحبرها صغير جدا أوكي هذه حبرها صغير جدا إذا ملاحظ فهذه الطابعة ركبنا عليها تانك خارجي أي وما أفضل أن نركب تانك على الطابعة ولا التانك اللي بيجي من الشركة يعني هذا هو السؤال طبعا التانك اللي بيجي من الشركة صحيح أكيد أفضل السبب أنه التانك اللي بيجي من الشركة بيجي معها برامج أو الطابعة اللي بيجي فيها تانك من الشركة بيجي معها برامج من أجل تنظيف مثلا كليلة للهيد في عندنا إشي ثاني اسمه فلاش زين زين ما إحنا رايحين نشوف بينما الطابعة اللي ما بيجي فيها تانك ما بيكون مثلا فيها ميزة مثلا الفلاش للهيد وهذه الأمور أوكي بيكون فيها ميزات محدودة لأن التانك يعني اللي ركبناه خارجي شيء الطابعة بالنسبة لها مو متعرف عليه متعرف أنه في حبر في الطابعة بيصلها قاعد فاللي صاره نستبدلنا هذه الأحبار أوكي بنظام آخر هذا النظام إذا ملاحظ ويرات عندنا بوصلنا الحبر إلى هذه القطعة هذه بتيجي مع التانك حتى نوصل للفكرة لو رحنا على طابعة إبسون فيها تانك مثلا 2-1-0 هاي اللي قلنا عنها رحنا على البرنتينج بريفرنس بريفرنسيز أوكي ملاقي في عندنا إش اسمه هون المينتنانس في إش اسمه المينتنانس بيجي مع الطابعة أهم ميزة في هذا اللي هي البوور إنك فلاشنج هذا البوور إنك فلاشنج لو رحنا على طابعة إبسون اللي هو مركب عليها تانك تركيب ما منحصل فيها هذه الميزة بالذات هذه الميزة بالذات أحيانا يعني بتكون الطابعة ما تطبع ولا شيء بلانك بيبر لما نعمل هذه العملية طبعا تستهلك حبر هي ولكن الطابعة بترجع تطبع طباعة سليمة ما فيها أي مشكلة أوكي هذه بس يعني الحاجة يعني المهمة اللي هي السوفت وير اللي بيجي مع طابعة التانك بيكون أقوى فمنقول إذا سعر الطابعة مثلا يعني مرتفع نوعا ما أو الطابعة فيها كل الفنكشن زي هذه الطابعة على سبيل المثال ممكن نركب عليها تانك خارجي أوكي بالطريقة هذه ولكن في حال حدوث مشكلة في نظام الحبر أوكي دخل الهواء مثلا في الهوزات أو كذا والطابعة صارت يعني تطبع الكلام مقطع بتكون بحاجة لجهد أكبر حتى نحل المشكلة بتكون بحاجة لجهد أكبر حتى نحل المشكلة لأن ما فيه بالمعنى بيجمع التانك ما فيه بيجمع التانك الخارجي يعني السوفتوير موجود في الطابعة نفسها الأصلي اللي هي بدون تانك يعني فقط ما بنضاف عليه لما نضيف التانك ما بنضاف شي على الطابعة من حيث السوفتوير فلازم نستخدم مثلا السترينج أو كذا أو يعني ممكن نرفع التانك أعلى الطابعة مثلا في الأعلى نرفع التانك أعلى الطابعة حتى الحبر ينزل في الهوزات أو كذا نستخدم عدة طرق حتى نحل المشكلة ومن أحيانا المشكلة ما تنحل هاي تقريبا الفكرة اللي حبيت أوصلك إياها أن الطابعات اللي بيجي فيها التانك من الشركة أفضل من الطابعات اللي من ركب لها التانك إحنا خارجي ولكن إذا كانت الطابعة سعرها مرتفع وطابعة ميزاتها ممتازة ومنعاني مع الحبر زي ما قلنا زي هذا الحبر أوكي حجمه صغير جدا فممكن نركب تانك خارجي كحل لهذه المشكلة تقريبا هذا كل ما في الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر